مرحبا بيك مدى؟ بيك أكثر أختي الغالية عايشك عايش أختي لباس؟ والله هي لباس الحمد لله عايشك كيف منا روح؟ أنا مواطنة بي أختي الغالية أنا مش نحكي لك موضوع موضوع محيرني شي كبير ومرضني مرض نفسيني عايش أنا بشر كي يغلط يتحمل مسؤوليته عايش جماعة الأمن كي يغلط ما يتحملش مسؤوليته أنا نحب نعرف أنا هذية نحب نعرف عايش أنا التفقد يتشجع فيهم عايش وزيدي يبدو ذر يرقوهم ويرقوهم ويرقوهم ما نعرش علايش بيه أنا عاطل يصار معاك عاطل يصار معاي أنا منخدم وولدي قاعد فم البيب فم البيب وطفلة مريض مريض يعادي فرازي وعندو بطاقة اللي عاقة متاعو مريض مريض بيه وهو ما جيوا بالكربة هزو كنقول لك قتلوه 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 قورو بيه ولدي عمره 12 سنة 12 سنة ولدي عمره 12 سنة يا هل ترى يعطيك انتي القانون بيش يضرب طفل القاصر ومريض وعندو بطاقة اللي عاقة متاعو يا هل ترى هاي بطاقتو أختي بيهي والولايد عمره 12 سنة شدو هزوه للمركز كنقول لك قتلوه 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 ومبعد رئيس المركز قال لهم يا ولدي انتم عليش جايبين الطفلة ذي مظلوم الطفلة ذي عليش يجيبوه فيه راو مريض معناها هم بيش يستنوا رئيس المركز اللي بيش يقولهم راو طفلة مريض وعليش تضربو فيه بنا صيفة بيش يضربو لي ولدي بنا اذن بيش يضربو لي ولدي طفلة مريض بنا اذن عمره 12 سنة وعندو بطاقة لعاقة ويعادي في الرازي يا كدوسيتو في الرازي يزرق عليش انتم تضربو فيه عاية مريض يحب يعاوه قديمة وشنا عملالو نو قتلوه شادو انتي تضرب فيه تزفين من قدام من قدام دروش دارو وتهزو وتكاورو بيه عليش هذا الكل انا حب نعرف عليش عليش انا مواطن يغلط يتحمل مسئوليتو عليش عليش هما كي يغلطوا ما يتحملش اي بشر مسئوليتو عليش هذا كل عليش 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 قوة لها ما فهمتش انا سياسي كمالي ويلي كان والي متاع تونس ياخوا راني انكرمك رو وعز الناس في الوليه كان يقابل في العباد ويسمع العباد ويحكم على العباد طوا ولا وزير الداخلية ياخوا مبروك عليك الكورسي راهو ثم برش الظلم راهو ثم برش بالظلم يا سيد الوزير راهو بالرسمي راهو ثم ظلم راهو ثم ظلم في البلاد يا راهو ثم ظلم انا ما عندي ما عاملا شايف حياتي ما عندي ذك حاليا نوين ولدي في الدار مسكر عليه ديما البيب ديما البيب ووليت اينا هو يجي يخرج ونقول له ما تخرجش نا يجي يخرج هو نقول يا ماما نقط حتى شوية فم البيب ونقول له ما تخرجش عليش عليش يضربوا لي في ولدي دمومات وشرتلة واحد عليش عليش هذا الكل عليش نحب نعرف عليش امان امان ما صابت جاوبوني انتي كمشيت واسئلته كل شيء قالوا لك يا اخو يا رانا نعتذروا الله غالب غلطنا فيه شان يغلطوا فيه تكسروا له خشم وغلطوا فيه تقول تسمو تكسر والله هاد مو متشرتلة خشموا كسروا الوأختي كسروا لي خشموا واختي كسروا لي خشموا تمشي تمشي للداخلية ما خلوكش شفتي وزير الداخلية كيمشت قابل ليه يكلمك يياقف معاك يكلمكه يكلمك يقف معاك انا متأكدة اي وزير اي واحد كادرة كبيرة انا ريتهم يحكوا وانيشوف يهمد انه في الاثنية وانشوف يهمد فيه اي بقعة و setting these العادي ما يحكيش معاك وما يكلمكش ما يكلمكش أصل ما يحكيش معاك أصل هذا الكل عليش عليش أنا كجيت أنا غلطت رك محملتوني مسؤوليتي عليش 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 يضربوا لي في ولدي الثلاثة رجال في طفل عمره 12 سنة يا رسول الله ومريض أنت كعك يجوك الجيرين وقالوا لك رأوا مريض سايبوا الطفل عليش أنت مرحمتوشوا عليش عليش هذا الكل جاوبوني راني هبلتين عليش عليش ولدي مريض هاي بطاقة العاقة متاع ولدي يختي هاي بطاقة هاي بطاقة عاقة متاع ولدي مريض مريض 12 سنة وهكا دوسياته في الرازي هكا دوسياته في المرصة عليش عليش يضربوا لي في ولدي أنا نحب نعرف عليش عليش إنتي طاو مادام شنية تطلب تحديدا أنا نطلب اللي يغلط يتحمل مسؤوليته هذا نحنا بلادنا اللي يغلط يتحمل مسؤوليته هذا اللي نعرف أنا أنت تفل جايد وجابده من قدام داره من قدام بابه من دروجه وتضرب فيه بالبونية والجيرين يقول تتفرج عندي جيرين تشهدين أنا يقولوا الجيرين را وما صارش الحديثة ذين تحمل زيد أنا مسؤوليتش رئيس المركز يطلبوه زيد كيف كيف يقول را وما هوش مظلوم طفلة هذيك زيد نتحمل مسؤوليته عليش هذا الكل عليش عليش البلاد عندهم غابة ماش غابة را ثم قانون را ثم قانون أنت كيف بلوس بش تسيطر على العبيد ما تسيطرش على العبيد خوي الغالي أنت عاتينك محلف عليه أنت كرسيك محلف عليه يا خوي الغالي طبق القانون تلقى ولدي غالط عامل حاجة غالطة ميسيلش أنا نقول لك معاه أمطفول ما عمل شي عوق مريض يا رسول الله نقتلوه نحنا ما نقتلوش ما عندكش الحق بش يضربو لي ولدي أنا مريض يضربوه شعمل لهم متراه كسر لهم عمل لهم حاجة ما عمل لهم حد شي عليش تضربو فيه تجبدو فيه أنت طالبة بحق ولدك توا أنا نحب بحق ولدي عليش يضربو لي في ولدي عليش عليش من السيطرين على الزوالي أنا نحب نعرف عليش مثلا نحب نعرف أنا هذو ما وش يحبوا مني بالضبط يحبهم منها يجوني ويقولوا لي وش يحبوا مني هتحبوا نحرقوا رواحنا نحنا وذرية راني قابلة أقسم بالله راني قابلة عيشوا فيها انتم برك برسمك وصلها برحمة والد راني منيش جابانا راني نعملها أقسم بالله راني نعملها أنا ولادي راني نعملها يا ولادي ابعدوا علي ابعدوا لي على ولدي ابعدوا لي على ولدي بنتي شنقت روحها وماتت وجريت وعلى حق بنتي ومخذيتش حق بنتي كيف شنقت روحها كانت تقرأ في الليسي القيمين المديرات وكل جابوا عليها الماء هي مسكنة جاء الصرع ذرحة شكت بو هم لا علاقة ماهتموش بمرضها ماهتموش حتى مشاي أزيد ولدي أولادي لعلا أنتم تقولوا رو بشر رووا عيشوا فيها أنتم لبلاد وخليني أنا والله لما دار حارقة روحي أنا أولادي ودار النار تكدي فيه وراني نعملها وراني نعملها يا ولادي ابعدوا لي على ولدي ابعدوا لي كيف شنقت روحها بنتي مش نوقة في الدار باي حتى نمر يتنمر عليها يتنمر عليها والبلاد والوضع والواحد وراضي أبي ونقول الحمدول هم بقوتهم بدنيتهم عليها رو ربي أقوى منكم رو ربي أقوى منكم رو مش العابد ابعدوا لي ولدي ابعدوا لي ولدي يا دخي لي يا دخي لي طبخوا القانون عليها عليها أخدموا خدمتكم بقلبوا رب عليها يا رسول الله يا أختي برحمة ولديك وصل لي لي سوتي رأي نفسي دي تعبت رأي من الناس أظام رأي نفسي دي تعبوا هالي رأي رأي العباد هذه رأي يحبوا يعيشوا فيها كان هو مابارك . عندك قضوا مثال يستخدمونه أريد أن يضرب أمريض البشر يغلط يرقوه أنا ريتها بشر يغلط يرقوه يرقوه يا أختي كمان يا سيد الوزير را كنت في الولاية را كنت حقاني ورا كنت تحس بالزوالي وتدخل العباد وانا الاولى كنت مرة ندخل البرو وذار تدخلني وذار تسمعني وذار كل شي يا سيد الوزير براسمك شوف قضيتي انا معاولدي كيفاش امان قولها ما عليش يضربوا في الطفل بارك هاي اقنعني انا عليش ضربوا والدي وكهو وذيلي حاشي بينا واختي بارك الله فيك وبالله يوصلي لسوتي